في كده أسامي دايماً يعني بتقعد في قلب الناس أو في قلب الجمهور يعني On Time Sports دي قناة أو On Time أو On Sports دي قناة من زمان قوي الناس حبتها دخلت قلب الناس Presentation دايماً مع الناس في أفرح اسم شركات كده كل الناس Presentation في أي إفنت أو لكاس عالم هنا في تنظيم شركات الناس بتحبها تسكرتي شركة اسم كان لها سبب في رجوع الجمهور وهندلت الأمور بشكل الناس حبتها ودايماً قريبة ودايماً عايزة توفر كل حاجة للناس والإجراءات دايماً تبقى سهلة وعايزة دايماً الأفضل شركة تسكرتي إنها تختار مؤمن زكريا إن هو يكون من ضمن الكرو أو من ضمن الطاقم الطاقم بتاحها كمستشار رياضي أنا بشوف إن ده قرار عظيم جداً 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 وقرار كبير جداً يعني يورينا حجم اختيارات الشركة دي عاملة إزاي يحبب الناس في الشركة أكتر وأكتر وأكتر وداه قرار ليه معايير كتيرة جداً 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 وأنا متأكد إن ده تمن الإختيار ده أو تمن القرار ده هو حب كبير جداً من جمهور مصر في الكورة ما بقولش ولا جمهور أهلي ولا زمالك من جمهور مصر في الكورة لشركة تسكرتي وتستهل عليه كل التحية وكل الإشادة أنا بحب القرارات دي قوي بحب الرؤية دي قوي وبحب الثقافات دي قوي بالتوفيق لمؤمن إن شاء الله بإذن الله يقصر الدنيا مع تسكرتي وبالتوفيق لتسكرتي نجاح أفضل كمان وكمان وكمان أهو ده النهاردة أول يوم لمؤمن وأعتقد إن هو قرار كبير وقرار عظيم جداً جداً وكل التوفيق إن شاء الله للتيم بتاعة تسكرتي ومن ضمنهم مؤمن زكريا ويا رب كده يطمن عليه ويقصر الدنيا مع تسكرتي زي ما قصر الدنيا في الملعب